بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين كل سنة وإنتوا طيبين وربنا أعيد عليكم الأيام بخير على فكرة إحنا مولعين التكييف بكامل طاقته مولعين التكييف مولعين التكييف بكامل طاقته إن شاء الله كده الدنيا تتكيف وربنا يجعل شعب الله ألوف ألوف وربوات ربوات خليه عليه زي مكان خليه عليه زي مكان عليه زي مكان يا حبيب أنا مبسوط أنا مبسوط خالص وطي سنة زغيرة سنة زغيرة وطي سنة زغيرة مبسوط خالص يا أحبائي بحضركم وشهر كياك هو شهر الكنوز شهر الكياك هو شهر الكنوز عايز أكلمكم النهاردة عن عزة دايما بقولها كل سنة في بداية شهر كياك بس أنا خلتها لغاية الزتون الزتون يا الزتون برضو حديثي النهاردة أحبائي عن شهر كياك وكيف نقضيه تنفرد كنيستنا القبطية الأورسوسكسية بتقص فريد خلال شهر كياك دون كنائس العالم كله تنفرد يا أحبائي كده سمعين هل السماعات شغالة كلها؟ معلش عشان لا ما تعليش زي ما كان تنفرد يا أحبائي كنيستنا القبطية الأورسوسكسية خلاص يا حبيب خلاص يا حبيب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ العدد الكبير هنعمل ايه؟ نحتمل تنفرد يا أحبائي كنيستنا القبطية الأورسوسكسية بتقص فريد جداً خلال شهر كياك دون كنائس العالم كله ما فيش كنيسة في العالم ما فيش كنيسة في العالم حتى أخوتنا في الأورسوسكسية عندهم تقص كياك ده ولا كنيسة في العالم ولذلك تحية لأبائنا الذين رتبوا هذه التسبحة أول حاجة ايه هي تسبحة شهر كياك؟ عبارة عن التسبحة السنوي مضاف إليها صلوات وتسبيح في صورة إبصاليات ومدايح وتفسير شهر كياك فيه أكتر من أربعين إبصالية وأكتر من خمسين مديحة وأكتر من تمانين تفسير وأكتر من عشرين طرح كل دي صلوات بتدور حول التجسد الإلهي والسيدة العزراء أم الخلاص فعبارة عن التسبحة العادية زي ما أنتم سمعين زائد الصلوات والتفسير زائد نغمات مفرحة جداً زائد ألحام إضافية لشهر كياك يعني مثلاً النغمة الكياك نغمة مفرحة خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت سلام فخرجت ذات العقورية للقاء والدك منشئ الأنام نفس النغمة مفرحة فشعر كياك عبارة عن صلوات زيادة زائد نغمات مفرحة زائد ألحام خاصة بشعر كياك أوقات ناسي بيقولوا على شهر كياك دي تسبحة سبعة واربعة دي تسمية خاطئة لأن الكنيسة وهي في قوتها كانت بتصهر كل يوم زي اليومين دول وبعدين عدت فترات على الكنيسة ضاعفت وبيت تصهر يوم واحد بس في الأسبوع حوالي يمكن يعني مش هارف بالضبط إنما يمكن أكتر من مئة سنة ضاعفت الكنيسة وبيت تصهر نيلة واحدة بس في الأسبوع فبيقوا يقولوا السبع سقطقيات والأربع هوسات كلهم في يوم واحد ويقول لك دي تسبحة سبعة يعني سبع سقطقيات وأربعة يعني أربع هوسات تسمية خاطئة لما رجعت الكنيسة القوتها تاني وبقت تصهر كل يوم فإحنا كل يوم بنصلي أربع هوسات وسقطقيات واحدة بس إنما تسمية سبعة وأربعة دي تسمية خاطئة في فترة ضاعفت فيها الكنيسة ثانياً لماذا تسبحة شهرك ياه؟ ليه سهرانين كده بالألوف؟ أنا لسه كنت بقولهم في قسيوت السنة دي بالذات ملاحظ العدد أكتر في كل كنيسة يعني عندنا في قسيوت كانت ثلاث كنايس ممليانين على أخره أو الامبارع ثلاث كنايس على حبة عينهم السنة دي يعني حتى هنا أنا أحسن السنة دي أكتر من السنة ثلاث كنايسة ليه الكنيسة عاملة هذه التسبحة؟ عبارة عن قطرات من الحب والإمتنان أمام صيد محبة إلهنا اللي عملوا ربنا من أجلنا في تجسده الطاهر كبير قوي 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 إحنا في السهرات دي بنقول له يا رب دي قطرات من الحب والإمتنان كل ما ندرك ثلاث حاجات نمرة واحد محبة إلهنا الفائقة التي جعلته يتجسد من أجلنا هكذا أحب الله العالم حتى بزل إذنه الوحيد اسمك دهن مهراق زي واحد يعمل لك جميل كبير قوي تب عايز ترددنه الجميل وأوقات واحد يقول لك أنا هاعد طول عمري مهما أنا عملت مش هرددلك الجميل فقدام محبة ربنا الفائقة في تجسده من أجلنا إيه اللي يخلي يا ربنا يتجسد إلا محبته لينا فاحنا بنقول له يا رب دي قطرات من محبتك نمرة اثنين ليه بنصلي تسبحت كياه عظمت سر التجسد الإلهي وبالتالي كرامك وتباوية السيدة العزراء عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسر إزاي البحر ينزل في كباية إزاي ما بيقول قديس بوليس فيه يحل كل ملء اللهوت جسدية إزاي كل ملء اللهوت يبقى في بطن العذرة إزاي؟ فيه أي في الطفل يسوع يحل كل ملء اللهوت جسدية ده عظمت سر التجسد بصوا يا أحباب إحنا مهما تأملنا مش ندرك عظمت سر التجسد الإلهي يعني موسى النبي اللي رأى جبل سيناء عندنا هنا في مصر بيدخن مجرد لما ربنا حل عليه كيف يرى التجسد إلهي؟ داود النبي اللي قال تقطأ السماوات ونزل والضباب تحت رجلي تقطأ يعني أخفض يعني داود النبي شاف رؤية إن ربنا بيخفض السماء حتى نزل حسقيال النبي شاف العرش الإلهي وتحت العرش الإلهي إيد إنسان إيه دا؟ كيف يرى موسى النبي التجسد؟ كيف يرى داود النبي التجسد؟ كيف يرى حسقيال النبي التجسد؟ سر التجسد سر عظيم جدا يا أحباب وبالتالي كرامة السيدة العزراء يبقى ليه التسبحة الكياكية؟ نمرة واحد بنرد محبة ربنا بنقوله إحنا ممنونين بنقوله نقدم لك قطرات من الحب أمام صيد محبتك ليه التسبحة الكياكية؟ عشان عظمت سر التجسد لما ربنا حل على جبل سيناء هنا الجبل كله دخل وما لما ربنا تجسد في بطن العدرة؟ هذا موضوع كبير عشان كده القديس بوليس قال عظيم إن هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ثالث حاجة ليه بنعمل التسبحة الكياكية؟ عشان عظمت بركات سر التجسد كتاب القديس أسانسرس الرسولي عن تجسد الكلمة ملخصه أنه تجسد ليفدينا وتجسد ليهدينا وتجسد ليتحد بنا إذن يا أحبائي ليه الكنيسة عمل التسبحة الكياكية؟ ليه بنصهر كل يوم؟ وبنتعب وياما ناس فيكم بنخلص التسبحة الساعة 5-6 وبيروحوا أشغالهم الساعة 8-9 أعرف ناس كتير قوي كده ويريحوا شوية ويرجعوا يسهروا تاني ليه؟ نمرة واحد بنقول له يا رب نمرة واحد بنقول له يا رب نمرة واحد بنقول له يا رب عايزين نرد محبتك إنك تجسدت من أجلنا نمرة واحد بنقول له يا رب عايزين نرد محبتك ويقول لربنا احنا حاسين بعظمة سر التجسد وبالتالي وباوية أمنا العدر نمرة ثلاثة احنا يا رب حاسين ببراكات سر التجسد إنك تجسدت لتهدينا وتجسدت لتهدينا بتعليمك وتجسدت لتتحد بنا يبخدنا أولا ما هي تسبحة شهرك ياه؟ ثانيا لماذا الكنيسة رتبت هذه التسبحة؟ ثالثا كيف نقضي شهرك ياه؟ ركزوا معايا نمرة واحد ننتظم 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 على كنوز ليالي تسبيح شهرك ياه؟ ليالي شهرك ياهك سبعة وعشرين ليلة؟ ياريت تقدر تحضر عشرين ليلة؟ تسعتاشر ليلة؟ تمنتاشر ليلة؟ مش عايز أقول تحضر سبعة وعشرين ليلة؟ واحدة سألت من الرب وإياها التمث أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي وأن ساكن في بيت الرب يحضر التسبيح على طول حزقيا النبي الملك قال الرب لخلاصي فنعذف بأوطارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب نعذف بأوطار قولنا في بيت الرب نعذف بأوطار قولنا في بيت الرب نعذف بأوطار قولنا por si Yaxx كل أيام حياتنا por si Yaxx في بيت الرب نمرة واحد المرة واحد ننتظم 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 Web 2 قبل ما تيجي الصهرة هيئ قلبك قبل ما تيجي الصهرة هيئ قلبك قعد يابي هيئ قلبك بالتوبة وهيئ قلبك بإلقاء الهموم على الرب كلنا بنتحارب بالخطايا وكلنا عندنا مشاكل بس قبل ما تيجي الصهرة هيئ قلبك بالتوبة عايز كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم قبل الصهرة تتوب من كل قلبه اللي بيصلي بقلبي تائب غير اللي بيصلي بقلبي غير تائب ونلقي همومنا على الرب الهموم مش هتخلص مش هتخلص إنما نتعلم إن ناخد همومنا ونلقيها على الرب يبا نمر واحد كيف نقضي شهرك يهل نمر واحد الانتظام نمر اثنين تهيئة القلب نمر ثلاثة في الكنيسة لما نيجي نحضر التسباحة نصلي ونسبح بحب ما تقولشه بس صلي بحب يسبح بحب فالتسبيح هو موسيقى الحب الإلهي معزوف على أوطار القلب الممتلئ حبا نمر اثنين نصلي بالروح وبالزهن أيضا أنا النهاردة اللي في مجال نظري نصهم نصهم سرحنين نصهم سرحنين إنما لما نسبح زي ما بيقول قديس بولس أصلي بالروح وأصلي بالزهن أيضا أرتل بالروح وأرتل بالزهن أيضا اوعى تسرح اوعى تسرح بقى أنت صهران طول الليل وتقف تسرح وتعبان وناس فيكم مش لقين يقعدوا بعدين تسرح ما يصحش يبقى نصلي بحب ونصلي بزهن منجمع نمع ونصلي بالتضاع نمر اربعة نصلي بإيمان آمنت لذلك تكلمت نمر خمسة نصلي ونسبح بقلب جديد الاربع الجاي تيجي بقلب جديد والاربع الوراء تيجي بقلب جديد زي ما بيقول داود النبي رتلوا للرب الترنيمة جديدة تبا كيف نقضي شهرك ياك؟ نمر واحد الانتظام نمر اثنين قبل ما نيجي نهيأ قلبنا بالتوبة وقال الهموم على الرب نمر تلاتة لما نيجي في الكنيسة نسبح بحب ونسبح بالزهن ونسبح بالتضاع ونسبح بإيمان ونسبح بقلب جديد نمر اربعة عمق دائرة الإدراك والتزبيح كل ما نفهم وندرك كل ما نفهم وندرك محبة ربنا اللي خليته تجسد من أجلنا كل ما نفهم وندرك عظمة سر التجسد الإلهي كل ما نفهم وندرك بركات سر التجسد الإلهي كل ما نحب نصهر ونسبح كل ما تنفتح مداركنا وندرك أكتر فنبعزين نسبح أكتر دي أنا بسميها دائرة التزبيح والإدراك دائرة التزبيح والإدراك كل ما نفهم وندرك محبة ربنا اللي خليته تجسد من أجلنا كل ما نفهم وندرك عظمة سر التجسد كل ما نفهم وندرك بركات سر التجسد كل ما نحب نصهر ونسبح فندرك أكتر أنا عندي 63 سنة أول مرة سبحنا هنا في كنيسة الزتون من 31 سنة سنة 92 أول مرة نسبح في كنيسة الزتون الصغيرة سنة 92 وانتقلنا إلى كنيسة الزتون اللي تحت سنة 98 واطلعنا هنا سنة 2000 وإحنا السنة دي 2023 أنا طيلة الواحد وتلاتين سنة دي اللي في الزتون أنا طيلة الواحد وتلاتين سنة دي في الزتون كل سنة بفهم أكتر بفهم 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 أكتر وأدرك أكتر فبعايز أسبح أكتر وبقول له ربنا دينا القوة والصحة وخلي الرجلين تشيلنا كده زي زمان علشان ربنا يديكم القوة وعايز أقول لكم الناس اللي وقفين دور الناس اللي وقفين ومش لقيين يقعدوا كل خمس دقايق أنت بتقفها مش لقي كرسي ربنا هيعوضك عنها ويفرح قلبك بيها نرجع تاني لدائرة التسبيح والإدراك كل ما نفهم وندرك محبة إلهي وعظمة سر التجسد وبركات سر التجسد كل ما نسبح وكل ما نسبح كل ما ندرك ودي اسمها دائرة الإدراك والتسبيح آخر نقطة أنه وانت داخل صارت كياه تقول لربنا غير قلبي تقول لربنا غير قلبي عشان كل صهرة خرجت باستفادة ألخص اللي أنا قلته النهاردة كان عنوان الكلمة النهاردة لماذا التسبح الكياهكية وكيف نقضي شهر كياه وقلنا إنه تنفرد كنيستنا تنفرد كنيستنا القبطية بطقس دون كنائس العالم كله ليه الكنيسة عملت هذا الطقس علشان الكنيسة فهمت وأدركت محبة ربنا اللي خليته تجسد لأجلنا فهمت وأدركت عظمة سر التجسد فهمت وأدركت بركات سر التجسد عشان كده حطت التسبحة الطويلة دي نقطة الثالثة اللي تكلمنا عنها كيف نقضي شهر كياه نمر واحد الانتظام 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 يريد تحضر أكبر عدد ممكن من الصهرات مش مجرد أنك تروح من الساعة ستة للساعة تمانية كده في الكنيسة تقول مديحتين لا دي حاجة حلوة كويس للناس اللي ما يقدروش يسهروا للعيانين يعني احنا عندنا في السيود كل كنيسة عاملين فيها صهرتين ويومين من ستة لثمانية فأنا بالليل يعني بقول لهم دي بتحت العيانين خلي العيانين يحضروا إنما اللي مش عيانين والعيانين يحضروا الصهرات يبق يبق كيف نقضي شهر كياه نمر واحد الانتظام نمر اثنين قبل الصهرة نهاية قلبنا بالتوبة وإلقاء الهموم على الرب نمر ثلاثة جوة الكنيسة نصلي ونسبح بحب نصلي ونسبح بالزهن نصلي ونسبح بالتضاع نصلي ونسبح بإيمان نصلي ونسبح بقلب جديد نمر أربعة نمر أربعة دائرة التسبيح والإدراك قل يا رب افتح مدركي خليني أفهم وأدرك محبتك وعظمة سر التجسد وبركات سر التجسد عشان كل ما أفهم وأدرك كل ما سبح وكل ما سبح كل ما أفهم وأدرك ودي دائرة التسبيح والإدراك أما آخر نقطة أنه في كيف نقضي شارك ياه آخر نقطة أنه نقول له يا رب غير قلبنا غير قلبنا يا رب وتطلع من الصهرة بقلب جديد وكل واحد فيكم عارف يعني إيه غير قلبنا ضعفات اللي عندي شلها يا رب وديني قلب متقط حبا وهو ده لماذا الكنيسة عملت هذه التسبحة وكيف نقضي شارك ياه قبل ما قبل ما نبتدي نكمل الصلاة احنا عايزين نشكر ونصلي جدا لقداسة البابا المعظم الأنبة طوادروس الثاني لمحبته ويعني لمحبته وإنه بيحرص على هذه الصهرات في في جميع الكنائس وطبعا إنه يعني بيباركنا في هذه الصهرات نمرة اتنين بنشكر قناة ميسات وبنشكر قناة لوغوس لأنه هي معانا كنت يوم تقريبا وبنشكر شكر خاص جدا كشافة السيدة العزراء بالزيتون فقد لنسألوك فقد لنسألوك فقد لنسألوك ترجمة نانسي قنقر